سباح الخير ازايكم كل يوم بداية جديدة والنهاردة عايز اتكلم على قانون الجذب في شاب لطيف بعتلي وبيسألني بيقول لي اي رأيك في قانون الجذب وبعيتلي لينكات لبوستات وناس بتتكلم عن قانون الجذب اللي هو وده حاجة ظهرت في الغرب يعني اوبرا وينفري اللي هي اللي عندها برنامج مشهور قوي ومشهورة جدا جدا في امريكا وفي العالم كله وبعيتلي لينكات من بوستات ومن ويبسايت ومن ناس الويبسايت بتاعت ناس وفيديوهات ناس بتتكلم على قانون الجذب وعملة حواليه بيزنس كبير اوي 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 طبعا قانون الجذب بدايته بدايت شهرته يعني هو بدايته من زمان اوي لكن بدايت شهرته من اوبرا وينفري اوبرا وينفري محاورة ومقدمة برنامج كبير جدا مشهور ومشهورة جدا لسنوات طويلة في امريكا استضافت سيدة من استراليا عاملة بكتاب السر والكتاب ده او مجموعة الكتب دي تحولت لفيديوهات وعملت ضجة كبيرة جدا جدا وباعت منها يعني ملايين الكتب والترجمة تقريبا لكل لغات العالم وتعمل ضجة كبيرة اوي وفي ناس بتطلع تتكلم على اليوتيوب كتير اوي 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 وناس مشاهير كتير اوي 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 الفكرة الاساسية اللي بيتكلموا يعودوا يلفوا يدوروا فيها هي قانون الجابة يعني ايه يعني احنا بنجذب الينا ما نفكر فيه فلو فكرنا في حاجات كويسة في حاجات ايجابية في حاجات بوزدف في اهدافنا في احلامنا نقدر نمانيفستت خدوا بالكم من الكلمة دي لانها كلمة مهمة اوي مانيفست الشيء عندنا في القرآن يقوله للشيء كن فيكون هو ده المانيفستيشن المانيفستيشن ان انت تتخيل حاجة وتقولها فتحصل في حياتك هذا القانون ان احنا بنجذب الينا ما نفكر فيه على فكرة شيء مش مستبعد عننا ولا بعيد عن ثقافتنا لان عندنا ببساطة تفاقلوا بالخير تجدوا كل متوقع قات يعني ايه يعني لما افكر ان انا هنجح او ان انا عايز انجح وتخيل نفسي انسان ناجح فانا بتوقع النجاح ده بينعكس ازاي علي انا ان انا بعمل كل الخطوات اللي بتمكنني من النجاح اه لو توقعت ان انا ادخل في في انترفيو وانيل الدنيا فيه بدخل اصلا وانا مش واثق في نفسي وثقتي في نفسي محزوزة ومتزعزعة وبتلخبط ومخي وبيبقى ابيض وكلام ده فبانيل الدنيا في الانترفيو واحدة مثلا بتظن ان جوزها بيكلم دي وبيخنها وبيعمل ومش عارف ايه وتوقعت تعمل عليه حركات وحاجات الراجل يتخنق ويتدايق ويبتدي يعمل فعلا اللي هي بتقول عليه وهو ما كانش في الاساس بيعمله دي بعض الامثلة ديقولك ايه انا متوقع ان النهاردة تمطر يا السلم ما انت شايف السمم غيمة اصلا يبقى لازم الدنيا تمطر ودي حقيقة فعلا الدنيا عندنا ضلمة جدا جدا حتى عشان كده الاضاقة في الفيديو مش هتلقى واحل واوي فقانون الجذب باختصار ان احنا لما بنتوقع شيء بيحصل التطبيق بقى هو اللي عليه علامة استفهام زي ما بقول لكم قانون الجذب وشوفوا كده الحاجات المصادر الاجنبية اللي عملت له ضجة كبيرة بيستخدموا كلمة manifestation او co-creation يعني الخلق بالتعاون بيفكروا ان انا ان ربنا سبحانه وتعالى فيا ان الكون احيانا بيسموها source المصدر خدوا بالكم ان ده بقى دين احنا مش بنتكلم على مجرد افكار كده عادية لا ده بقى دين ومعتقدات وايمان فلازم لما نفكر فيه نفكر فيه من هذا المنطلق عندهم بيستبدلوا كلمة الله او الاله بكلمة الخالق انا بحب كلمة الخالق لانه اسم من اسماء الله الحسنى وانا بحب اوي هذا الاسم لكن هنا بيستخدموه على ان الكون له قوة كبيرة هائلة بيسموه source كمان المصدر مصدر كل قوة مصدر light فلما ابتديت اقرأ في الكلام ده وكان من زمان او يمكن من 2006 لما طلعت الضجة على الفيلم وعلى الكتاب اللي هو اسمه the secret ففعلا اشتريت الكتاب حيث الكتاب صغير اوي مجرد فيه كأنه مليان حكم مواعز ما تقدرش تاخد الحكمة كده وخلاص لازم تفكر فيها ولازم تحللها ولازم تحولها لشيء عملي فاللي حصل ان هم خدوا الضجة دية وعملوا منها trend وبيبيعوا بقى بيبيعوا كورسات بيبيعوا فيديوهات بيبيعوا كتب بيعملوا business جامدة اوي 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 على الموضوع ده فزي ما قلتلكم ان احنا نتوقع الخير ويجي لنا ده موجود في صميم دينا وفي صميم الاديان التانية بما فيها الاديان الابراهيمية اللي هي المسيحية واليهودية والاسلام لكن لو دخلنا بقى للمانيفستيشن اسمعوا كده الكلام اللي هم بيقولوا يقولك ايه انا I manifested my husband يعني انا كأني خلقت جوزي كأني جذبته لحياتي وعندهم شوية تمارين التمارين مش وحشة لكن المعتقد اللي وراها هو اللي فيه قولان يعني مثلا ان انت تكتب اهدافك دي حاجة انا بعملها بعملها على مستوى خمس سنين وبعملها على مستوى سنة وبعملها على مستوى شهر واسبوع ويوم لما بكتب my to do list لما بكتب الاهداف الاستراتيجية بتاعتي وبتاعت حياتي وبتاعت شركتي بتاعت اسرتي الكلام ده كله اكتب اهدافك لازم اكتبها لان لو انا مش عارفة انا عايزة ايه مش حسعاله مش حشتغل عشان اوصله مش حكتهد مش حذاكر مادة معينة افرد انا عايزة اطلع مهندس مدني فابقى انا عايزة اطلع مهندس مدني وروح اقدم مثلا في ميكانيكا ما ينفعش لكن لو انا عايزة اطلع مهندس وخلاص خلاص اي قسم مش مهم بعدين بقى بقى اكتشف اذا كان القسم ده مناسب ليه ولا مش مناسب اذا كنت بحبه ولا مش بحبه اذا كنت كذا 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 لكن لو من يوم من زمان قوي وانا عايز اكون مهندس مدني فحدخل كلية اللي اتخرجني مهندس مدني حاخد الماجستير بتاعي في الهندسة المدنية هشتغل ودور شغل في هذا المجال لو انا في مدينة نصر وعايز اروح مصر الجديدة لو انا مش محددة انا عايز اروح مصر الجديدة طب هروح فين حمشي في اي وجهة والسلام فحتة ان احنا نكتب اهدفنا ده كويس البنت او الست اللي كانت بتتكلم على ازاي ان هي ان هي جذبت جزها لحياتها قاعدت تقول ان هي كتبت لستها بكل حاجة هي عايزة في جزها وقاعدت تكتبها بطريقة ان هو موجود فعلا في حياتها فبالتالي لما طلعت فجأة اه لقيت قدامها لا هي مش كده مش بالبساطة ده مش بالهبل ده مش بالسطحية دي هي لما جذبت هي عايزة ايه في الراجل اللي بتحبه او اللي عايزة يكون شريك حياتها بقت بتاخد بالها من استفات دي في الناس اللي حواليها فلما لقيت واحد فيه استفات اللي هي عايزاها اتقربت منه ويعني اظهرت نفسها بشكل خلاي ينجذب اليها مش انها قعدت تفكر تفكر في خلاقته اه انا مثلا لما كنت بدور على بيت اه اعدت تفرجت على فيديوهات وعلى صور واعدت ادور اونلاين على البيوت واشكالها والمناطق وكذا 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 وكنت فترة طويلة جدا مش لقيا اللي انا عايزة اه انا عايزة حاجات معينة عايزة حاجات معينة في المنطقة عايزة حاجات معينة في البيت عايزة حاجات معينة في الاعمار عايزة حاجات معينة في يعني حاجات معينة المتطلبات بتاعتي فاما قعدت ادور كنت بدور على المتطلبات دي ولانها وضحة قوي في دماغي فانا عارف انا عايزة ايه فعارفة انا بدور على ايه فاول ما لقيت المكان قلت بس هو ده هو ده قيسوا على ده بقى في كل حاجة انا عايزة اكلة سهلة خفيفة ايه المواد اللي موجودة عندي في التلاجة عندي كذا وكذا 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 خمس حاجات هروح ادوء مثلا كوسة اكلة كوسة ولحمة مثلا وعايزة عمل حاجة جديدة هروح ادور ادور على الانترنت هتكتبي ايه اكلة كوسة وصفة صنية كوسة كذا ويزي طلعلك ساعتها بقى اشوف اه لا دي فيها دي مطلوب مكون مش موجود عندي وانا مش عايزة انزل اشتري بصراحة عايزة اشتغل باللي عندي خلاص استبعد الوصفة دي وصفة تاني اه دي كل مكوناتها عندي اوه بس لا دي هتاخد وقت استبعدها اوه هي دي هي دي فيها المكونات اللي انا عايزاها بتتعامل في نص ساعة لذيذة وحلوة مغزية هب يلا خلاص انت على الموضوع يعني حلوة ان احنا نفكر ونحط اهدفنا وندور ونتخيل ونتخيل اللي احنا عايزينه يعني زمان وانا صغيرة يمكن حكيت لكم على القصة دي قبل كده ان انا كنت قاعدة مع صاحبتي وكننا بنذاكر وكان عندي 13 سنة وطبعا مش هنذاكر طول الوقت طبعا لازم نعمل شوية حاجات فابتديت اكتب اهدفنا كتبت ساعة عشرين هدف العشرين سنة جاية كان من ضمنها مثلا ان انا نفسي اسكن جنب النيل حلمة من احلام حياتي ان انا اسكن جنب النيل الله بس شوء عن جنين غالية قوي شبه مستحيلة مش عارفة طب هو انا ليه عايزة اسكن جنب النيل عايزة اكون جنب ميا فاتحول الهدف بتاعي ان انا اسكن جنب حاجة فيها ميا ففعلا سكنت جنب البحر سكنت جنب نهر سكنت جنب بحيرة كل الاماكن اللي انا سكنت فيها كان لازم تبقى قريبة جدا جدا من ميا لدرجة ان انا اشوفها من البالكونة بتاعتي او من الشباك او اتمشى لها ليه لانه انا بفكر في هذا الهدف تخيلته قوي في خيالي فعرفت انا بدور على ايه انا عايزة ايه فلما بدور بدور في المكان الصح لما بدور مش انا مثلا عايزة اسكن جنب ميا اروح ادور في حتة جنب جبال مثلا يعني اللي بيستمعوا للكلام على قانون الجذب والحاجات دي اللي لاحظته كمان بقى لما بيتعرب بتضاف عليه صبغة اسلامية زي ما انا قلتلكم مثلا اللي هو كل متوقعنات تفاقلوا بالخير تجدوه الطيرة بين الشيطان الطيرة اللي هي التشاؤم بناخد الحاجات الاساسية في دينا ونبتدي نحشرها في الشيء اللي جي لنا من ثقافة تانية انا اكتر واحدة بحب استمع للثقافات التانية واقرأ فيها وبتستهويني جدا جدا علوم الاديان يمكن من اكتر الحاجات اللي بقرأ فيها علوم الاديان ويعني بحب ان انا افهم مش مجرد ان انا اخد الحاجة كده وخلاص لا بحب افهم الكور بتاع هذا الشيء فلما تستمعوا للفيديوهات دي ولما تفكروا فيها خدوا بالكم ان دي اصبحت عقيدة لبعض الناس الحاجة التانية كمان ان حسيت انها مش بتشجع على العمل الحاجات اللي انا سمعتها بتشجع اكتر على التفكير وبس لكن مهما فكرنا ومهما كتبنا احسن الاهداف واحسن الخطط وكتبنا احلامنا والكلام ده كله اذا ما قمناش يعني بيقولك ايه احلم زي ما انت عايز بس لو ما صحتش من النوم وروحت اشتغلت حلمك حيفضل حلم بتشوفه بس وانت نايم على السرير احلاموا حطوا اهدافكم شوفوا الفيديوهات اللي انا عاملاها على التخطيط لان انا مؤمنة جدا جدا ان جود التنفيذ اي حاجة بتبقى جاية من جودة الخطة اللي اتعملت فلما تبقى معمولة خطة كويسة فيها كل الملابسات فيها كل التفاصيل فيها كل الحاجات حتى حتى ستات البيوت ستات البيوت الطبخة اللي انت بتعمليها ورقة الوصفة اللي انت بتعمليها دي خطة ليه؟ لان فيها هدف نهائي انك هتطلعي اكلة زي اللي في الصورة دي ده الهدف النهائي وبعدين عايزة مكونات وبعدين عايزة عميل وبعدين فيه بقى مهارة ودقة المرة دي عملتها هطلعت نص ونص المرة الجاية هتطلع حلوة لما بيبقى فيه مثلا خطة عمل كبري مثلا بيبقى فيه منتج نهائي متخيلين بيترسم وبعد كده بينزل بقى لمستوى ادق ومستوى ادق ومستوى ادق وتفاصيل اكتر واكتر واعمق واعمق بحيث ان لما تيجي الهائقة اللي بتنفذ تاخد بقى الخطط الكبيرة دي وتبتدي تنفذ فيها جزئية جزئية تخيلي حياتك مع جوزك بتفاصيلها بشكلها بالكلام ده كله هتبص تلاقي نفسك بتقولي نفس الكلام لو تخيلتي خناقة دي شوفوا كده جربوها كده لو تخيلتي خناقة هتفتحي عناكي وانتي حاسة بتوتر في جسمك ومتنرفزة والكلام اللي جاي في دماغك هو الكلام اللي بيتقال في الخناقات لكن لو تخيلتي قاعدة لطيفة جميلة مع جوزك رومانسية او قاعدة لطيفة بتتكلمه مع بعض بهدوء ولطافة والكلام ده كله هتبص تلاقيك منشرحة والكلام اللي بييجي في دماغك هو الكلام الكلام اللطيف فبالتالي يطلع منك لما تستقبليه لو خدتي قرار النهاردة لم يرجع جوزي من الشغل هبقى مبتسمة هبقى مبسوطة هكلمه كويس مهما عمل واستفزيني مش هاستفز ده قانون جذب حطيت هدف حطيت خطة وكمان عرفت ازاي هنفزها ولكن ان احنا حتى عندنا مساء يقولك اللي خاف من العفريت يطلع له تاني ليه لان احنا بنبقى حساسين قوي للحاجات اللي بنخاف منها فنبتدي ندور على اشارتها لكن لو استبدلنا ده بان احنا ركزنا على الحاجات اللي احنا عايزينها مش الحاجات اللي احنا مش عايزينها سيه مثلا بدل ما اقول انا مش عايزة اوصل متأخر انا مش عايزة اوصل متأخر دي كانت مشكلة مثلا لان انا كنت اه كنت ام صغيرة وكنت بذاكر وكنت بعمل الكلام ده وكنت في نفس الوقت بشتغل والصبحي كانت بتحصل بقى بلاوي كل البلاوي ممكن تحصل الصبح اه المقصي وقع على رجلي ويعورني كباية الكسر اه انزل ادور العربية العربية ما تدورش كذا ف عدت فكرت كده في مرة قلت ايه الدربكة اللي موجودة في حياتي دي في ايه الصبح بتاعي ده ليه مدربك وده يمكن اه ده اللي خلاني عملت مثلا حلقة من حلقات كوفي بريك مع حنان عواد لما كنت بشتغل في ازاعة كنداوي اه اه عندي حلقة اسمها صباحك نجاحك دوروا عليه حلقة لطيفة جدا جدا اللي بداية تفكيري في موضوع الصبح واهميته ان ايه ده الدربكة دي انا مش عايزة اوصل متأخر طب انا عايزة اوصل شغلي بدري او عايزة اوصل شغلي في معادي وابتديت اخد بالراجع بقى طب اعمل ايه طب عشان اوصل في معادي لازم اكون نزلة من البيت قبلها بالوقت ده ولازم اكون وصلت الولد الحضر انا في الوقت ده ولازم اكون جهست الاكل في الوقت ده ولازم اكون لبست في الوقت ده شفته باخد بالراجع 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 فبالتالي لما طبقته يوم ورا يوم يوم ورا يوم اتزبط الصبح بتاعي وما بقيتش اروح الشغل بتاعي متأخر وما بقيتش متلهوجة وما بقيتش افاجأ مثلا ان وانا بلبس زرار تقطع ولا مش عارف ايه ولا ما عنديش حاجة لبسها ولا ولا العربية بتاعتي مفيهاش بنزين ولا كذا ولا كذا ف لما تسمعوا تاني عن قانون الجذب حطوا في دماغكم ان احنا محتاجين معية الله معية يعني معها ان ربنا سبحانه وتعالى يكون معنا احنا مؤمنين ان فيه اله وخالق اعظم لهذا الكون وبنطلب منه اللي احنا عايزين ونستمد منه القوة والالهام والصبر يا رب الهمني الصبر يا رب الهمني القوة يا رب الهمني الفكرة الصحة ف دي افكاري حوالين قانون الجذب يلا اقول لكم سلام عليكم علشان اروح اكمل يومنا يوم مضلم خالص خالص بس هنحاول يعني نحن نخليه كويس شوي نشوفكم قريب ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة